السلام عليكم بالأخطاء الفادحة التي يرتكبها العديد من الدراجين لدينا هذه بيسة هذه التي تسمى لبات ديرايور هي صلة الوصل التي يلسق بها محول السرعة ديرايور يلسق في الكادر أو الإطار ديال الدراجة تكون إما بحال هذه وهنا أشكال خلالة كثيرة جدا ليوقع أنه شمضات لبات ترس بسبب السقوط أو بسبب آخر إذا الدراجة يمكنك تقوم بها لا يلقى بحالها ومن المخصصة لا يلقى بحالها يمكنك تخدمها من تنظرها في الدراجة إما يخدمها بلومنيوم أو بلاسية أو بشي مادة أخرى وكل من يخدمها بالحديد هذه الدراجين التي تتم بها المشكلة هذه البات بحل الفيزيبل بالنسبة للدار الكهربائي هذه هي الفيزيبل الدراجة والدراجة هذه الدراجة لكي تكون قابلة للكسر لماذا؟ لكي يمكنك تقوم بحال هذه الدراجة ما يتهرس الدراجة أو أخطر من ذلك ما يتهرس الكادر ويتهرس الكادر ولكن من تقوم بحالها بالحديد لكي يمكنك تقوم بحال هذه الدراجة لكي يمكنك تقوم بحال هذه الدراجة وبالتالي التهرسة غالباً ستأتي في الكادر وإذا لدينا بعض الزر ستأتي في الدراجة إذن هذه الدراجة لا تعمل بالحديد هذه الدراجة تعمل بلومنيوم ويجب أن تكون فراجية في ساعة التهرس ترجمة نانسي قنقر